كان سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج واحدا من كبار رجالات الأنصار وأحد الاثنى عشر رجلا الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العاقبة الأولى وبعد رحيل النبي عام أحد عشر فجرية الموافق ستمائة واثنين وعشرين ميلادية اجتمع الأنصار في صقيفة بني ساعدة لمبايعة سعد بن عبيدة بالخلافة بعد النبي فترى ما حدث بعد ذلك وكيف كانت المواجهة بين الأنصار والقريشيين والهاشميين عرف عن سعد بن عبادة كرمه الشديد وقربه الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم ففي فتح مكة كان علي بن أبي طالب يحمل راية المهاجرين في جيش الفتح العظيم في حين كان سعد بن عبادة يحمل راية الأنصار وحين هاجر المسلمون إلى المدينة كان كل فرد من الأنصار يأخذ معه إلى داره اثنين أو ثلاثة من المهاجرين في حين كان سعد بن عبادة يأخذ معه ثمانين رجل كما ورد في الطبقات الكبرى لابن سعد وفي كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانية ولكن لماذا وقع هذا الخلاف بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وتقول بعض المصادر ومنها الكامل في التاريخ لابن الأثير تقول إن الاجتماع كان غرضه مبايعة سعد بن عبادة خليفة للمسلمين ولكن مصادر أخرى قالت إنه لم يطلب الخلافة لنفسه وإنما طلبها لعلي ابن أبي طالب ممثلا للهاشفين في حين تدخل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب في هذا الاجتماع وانتهوا إلى أن الحق بالخلافة هم القرشيون وكان ممثلهم أبو بكر الصديق رجحت كثة هذا القول وتولى أبو بكر الخلافة ولكن لم يوافق سعد بن عبادة على هذا الأمر ورفض مبايعته وبعد عامين رحل أبو بكر وتولى عمر ورفض سعد بن عبادة مبايعته أيضا واستغل أول فرصة وهاجر من المدينة إلى حوران بأرض الشام سوريا حاليا وهناك لقي ربه بطريقة غامضة أكثر من رواية ذكرها المؤرخون حول نهاية حياة سعد بن عبادة الذي اعتبروه أول المتمردين في التاريخ الإسلامي وأول بذرة شقاق تحدث في الخلافة فالبعض قال إن الجان هم الذين نالوا منه وذكروا في ذلك الأشعار ونسبوها للجان بحسب ما ورد في طبقة دمشق لابن عساكر ودينا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده في حين ذكرت بعض الروايات ومنها العقد الكريد لابن عبد الربه أن أصابع الاتهام توجهت للخليفة عمر بن الخطاب حيث أرسل رجلا لسعد بن عبادة في حوران بسوريا وطلب منه مبايعة الخليفة وحين رفض نال منه بعض المصادر الحديثة تناولت تلك الحادثة بطريقة المغايرة وشككت في قصص الرواة المسلمين من الطبري لابن عساكر لابن عبد الربه وقالوا إن سعد بن عبادة رحل عن الحياة بشكل طبيعي ولم ينل منه أحد وإنما يتم ترديده رواية النيل منه كنوع من المكايدة السياسية اشتركوا في القناة